في تصريح له خلال مؤتمره الصحفي الإسبوعي مساء أمس الثلاثاء قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن عصابات داعش الإرهابية لا زالت متواجدة داخل الأراضي السورية بالقرب من الحدود الغربية للعراق مؤكداً أن القوات العراقية ستقوم بالإجراءات اللازمة في حال شكلت هذه العصابات أي تهديد لأمن العراق تسيطر عليها داعش ليست آهلة بالسكان بدرجة كبيرة بل هي شبه صحراء أو منطقة مفتوحة حيث أشار إلى أنه زار قيادة العمليات المشتركة هناك لمناقشة وضع كل الخطط الممكنة لحماية شعب العراق وقواته مشيراً إلى تطرقه لهذا الأمر في مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تسيطر القوات الأمريكية على شرق سوريا ولها من النفوذ الكبير هناك شرق سوريا غالباً هو خضع للنفوذ الأمريكي شرق سوريا فيما يتعلق خصوصاً شمال الفرات أو يسموه شرق الفرات داخل الأراضي السورية وأكد العبادي بأنهم لا يتدخلون في الوضع السوري وأن الشعب السوري هو من يقرر مصيره مبيناً أن استقرار سوريا كبلد جار مهم للعراق وأن العراق سيدعم أي جهد أو تنسيق لتحقيق الاستقرار في هذا البلد مشيراً إلى أن قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يعود لواشنطن نفسها واشنطن نفسها وأوضح العبادي أن العراق لن يسمح بتواجد داعش على الحدود العراقية السورية أو أن تعود مرة أخرى إلى داخل الأراضي العراقية كاشفاً عن وجود تواصل مع الجانب السوري والروسي للقضاء على داعش وأن هذا القرار اتخذه العراق وماض فيه وبخصوص دخول قوات تركيا إلى العراق نفى لعباد دخول أي قوات جديدة تركية إلى العراق أو وجود تحشيدات للقوات التركية على الحدود العراقية مؤكداً على أن العراق لن يسمح بأي تجاوز على سيادته وإنه سيدافع عن أي تجاوز على أراضيه وقال أن هناك قصف من القوات التركية وأكثرها في مناطق وعرة وهي مستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي لوجود اتفاقية بين تركيا والنظام السابق ولكنها الآن غير نافذة بزوال النظام وأضاف العبادي أننا نحتج على أي قصف على الأراضي العراقية في إقليم كردستان ترجمة نانسي قنقر